على رعتك عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيلة اليوم في عنا ملحد مميز ملحد يعني بالنسبة لشخص رائع كتير مهم هو الملحد الأمازيغي كريم العبيدي يعني نار على علمه ما فيني أنا أعرفه وهو يعني ناس كله بتعرفه وأنا أقل منه أعرفه فدعونا نرحب به أهلاً وسهلاً بك أخي عبيدي هزول في اللون أهلاً وسهلاً هذه التحية الأمازيغية هزول في اللون أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك أخي عبيدي يعني متل ما تعودنا بطاقة تعريفية تعرف على شخصك الكريم آآ با نعرف طريقة مختصرة آآ اسمي محمد كريم العبيدي آآ الاسم بتاعي بش نبدله طبعاً بش نوالي اسمي ماسين العبيدي آآ من شمال إفريقيا أمازيغي تونسي آآ أبلغ من العمر تقريباً خمسين سنة قريباً خمسين سنة نص قرن يعني تقريباً دراستي كلها دينية درست دين في إيران وسوريا ثم توصلت إلى أن الإسلام عبارة على إجيولوجية قومية ليس لها أي علاقة لا بالدين ولا بالروحانيات هذا بصفة عامة المسيرة طيب يعني نحن بنعرف أنه يعني صيرتك الذاتية معروفة صراحة يعني وانت كررتك كثير بس للمشاهدين لي يعني ما بيعرفوا سيد كريم فليك حدثنا عن نشأتك الدينية وبتأثير الوسط الاجتماعي عليك في الحقيقة أنا معنتها من أسرة في الأصل هي أسرة عادية يعني ما يسمى بالإسلام التقليدي ودم يعني دخول ما يسمى بالإسلام السياسي داخل الأسرة عن طريق بعض أخواتي ومن هناك يعني أصبحت وقعت في وسط العائلة عبارة على ثورة إسلامية داخل الأسرة وتحول كل شيء من إسلام تقليدي عادي إلى إسلام سياسي ومن هنا يعني من لي أنا صغير أعقل معنتها جدا صغير وجدت نفسي في الإطار الإسلامي ما يسمى بالصلاة والذهاب للمحاضرات وغيرها من تلك الأمور وهذا الوضع الذي معنتها عشته ما يسمى بالثورة الإسلامية المسغرة وقع اختلاف في العائلة ويسمى انشطار في العائلة خاصة من طرف والدتي التي كانت يعني ضد فكرة الإسلام السياسي وعملت على أن يعني تنقذ ما من هذه الورطة وأنا مع أنت كنت وقتها صغير جدا أخذتني إلى فرنسا ولكن مع الأسف لم تنقذني لأن في فرنسا اتبعت ما يسمى بالمذهب الشيعي وذهبت إلى إيران لدراسة العلوم الدينية وهناك درست تشيع وذهبت إلى سوريا أيضا درست تشيع ووصلت إلى مرتبة دينية لا بأس بها لكي أبدأ لكي أحضر ما يسمى بالرسالة الاحتياطية ليس العملية لكي تصبح مشتهد أو مقلب ولكن في تلك الفترة يعني في تلك الفترة وقعت ما يسمى عملية تغلغ للشيعة في شمال إفريقيا وكنت أنا من المشاركين في تلك العملية وتغلغل داخل الحركات ما يسمى السنية خاصة النهضة التي هي معروفة الآن التي كانت اسمها الاتجاه الإسلامي ولأني كنت مقرب من القيادين هناك وتم نتيجة هذه العملية للقضاء على ما يسمى محاولة انقلاب على نظام الحكم في تونس وقتها في عهد بوركيبة ونتيجة هذه العملية تم إلقاء علي القبض وهناك بدأت أفكر في علاقة الدين بالسياسة في الحقيقة أنا نتطرق لهذا الموضوع أول شك يعني وقع لي هو ما هي علاقة الدين اللي هو عبارة على روحانيات بالسياسة ومن هنا بدأت شك وبدأت ما يسمى بمسيرة الشك إذا هذا هو طريق عملي ومن ذلك الوقت بدأت أراجع أراجع الإسلام هل له علاقة بالسياسة أم لا وهنا توصلت إلى أن الإسلام الإسلام الأول والأصلي هو سياسي بأتم معنى الكلمة هذا صفة عامة يعني إذا وصلنا مرحلة الشك ما هي مراحل الشك اللي مريت فيها وكيف وصلت لليقين أن الدين أو الأديان بصفة عامة هي خرافة؟ في الحقيقة الشك هو عمل غير إيرادي يعني الإنسان ما يجيش يقوم الصباح يقول أنا بش نشك في هذه الفكرة أو بش نشك في هذه الفكرة هي عملية ما يسمى بحث وتفكير ومراجعة للأفكار على مدة طويلة يعني مثل الإنسان لا يتذكر متى تعلم يكتب أو متى يتعلم يقرأ فما أشياء تقع على فترات طويلة حتى الإلحاد أو الأصول للإلحاد لا يكون يعني بعصاة سحرية أن يقوم الصباح أنا اليوم ملحد لا وإنما هي قناعات وتراكمات داخلية مع الوقت نتيجة بحثات مثلا أنا لو ألخص بعد طول هذه الفترة المراحل التي أدت بي إلى الإلحاد ليس بمفهوم الإلحاد يعني الإبتعاد عن الحق وإنما بمفهوم التحرر من الموروث التقليدي والموروث الفكري لأن في الحقيقة كل إنسان عنده تجربة خاصة في الإلحاد وكل إنسان ينصل إلى نوع من الإلحاد المهم أنا أول ما وقع لي الشك هو ما علاقة دين بالسياسة هذا هو الشك الكبير الذي وقع لي يعني عام 87 معنتها بعد هذا الشك دمت عشرة سنوات وأنا أبحث في هذه المسألة عشرة سنوات واكتشفت في السنوات الأولى إن الإسلام الأصلي الذي جاء به محمد هو عبارة على قومية عربية ما أخذت غطاء مقدس وديني من أجل نشر العروبة باسم الدين يعني لو ننظر للإسلام كل التقاليد الذي فيه هي عادات وتقاليد عربية لا غير يعني الإسلام هو بحد ذاته الصلاة الحج الصيام يعني هي تقاليد عربية مأخوضة طبعا مع أديان أخرى معنتها مسروقة من أديان أخرى وتكونت ما يسمى بالدين الإسلامي الذي هو في الحقيقة قومية عربية متسطرة تحت اسم المقدس فعندما اكتشفت هذه الحقيقة ابتعدت على الإسلام السياسي واتبعت ما يسمى بالإسلام الصوفي لأن بعد الإسلام ظهرت حركات صوفية وحركات دينية تبرأت من الفكر ما يسمى الإسلامي الأول ومن الفكر الإسلامي العروبي وبدأت تكون نوع من الإيمان ليس له علاقة بالإسلام الأول ومن هنا عندما اتبعت تلك الإسلام الصوفي اكتشفت في آخر مرحلة الصوفية أن مسألة الإيمان بحد ذاتها هي مسألة شخصية لأننا تذكر أنا عند أحد الشيوخ الصوفيين قال لي قولة مع أنتها أتذكرها جيدا قال لي أنا لا أريك الطريق وأنا لا أستطيع أن أريك طريقي وإنما أساعدك على أن تجد طريقك أنت من هنا في الصوفية تعلمت أني يجب أن أكون ذاتي وعندما وليت ما عادش نخاف يعني ما يسمى تكسر حاجز الخوف لأن العلاقة الصوفي مع الله هي علاقة ليس خوف هي علاقة حب يعني بالحب وصلت للإلحال عندما حبيت روحي وحبيت اللي حولي وحبيت الله حتى أني في أحد الأدعية مع أنتها وأذكرها يعني الأدعية أقول لو أدخلتني نارك لأنادين زبانيتها أني أحبك أني أحبك يعني الحب هو طريق الطريق الواحد عندما تتعلم تحبك المشكلة للإسلام ماذا يعلمنا من الصوف؟ الكره والنفاء حاجتين أساسيين أن تكون منافق وأن تكره الآخرين عندما تتخلص من الكره الآخر وتتعلم معنى الحب الحقيقي تصبح إنساني وعندما تصبح إنساني تستطيع أن تتعايش مع الآخرين هذه هي معنى الذي أوصلني وفي الحقيقة يعني معنى وقت وصلت للفترة هذه اكتشفت في الحقيقة أن الله الذي هو ما يبحثون عنه فوق العرش وفي السماء وما عارفين وفي الكعبة هو في داخلنا أحنا الكون الوجود كما يقول الحلاج أينما أكون أنا لا يكون الله عندما أينما يكون الله لا أكون أنا يعني من هو الله الله هو نحن أنا وأنت هذاك عليش يعني وصلت إلى نتيجة قلت حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه وهنا يعني وصلت للإرحاد هذا يعني ملخص المسيرة رابو يعني الفعل انت كما قلت يعني الحب هو يوصلنا للحقيقة يعني والإسلام ما قدم غير الكره والبغضاء والحقد بين الناس والنفاء كلمة حب ليس موجودة في الإسلام كفر حب لا توجد بكل تأكيد لا يوجد حب يعني لا بس أحب الله ورسوله يعني بس بهالشخصين أخي كريم يعني كيف أعلنت إلحادك يعني ما بعرف إذا بتقدر تشرحها أنت يعني في الحقيقة أنا عندما الحد تركت ذلك بيني وبين نفسي وقلت هي مسألة شخصية مسألة شخصية ولكن وقع حدث إن في تلك الفترة إن والدتي يعني أمي مرضت بالسلطان وقال لها القبيب إنك يعني مع أنت ماكش بش تعيش إلا ثلاثة أشهر فقط ونعرف إلي أمي كانت تحبني كثير وهي مع أنت هازتني لفرنسة بش تهربني من الإسلاميين ولكن أنا اتبعت ما يسمى بالإسلاميين وفي تلك الفترة عندما رجعت أنا لفرنسة هي طلبت مقابلتي وهي في المستشفى فسألتني فهمت قتلي ما هي علاقتك مع الإسلاميين يا أخي قلت لها رو انتهيت مع الإسلام كليا ونجم وقل لك حاجة يمكن أنت توا على فراش الموت وهي وقتها من ذات ما تعرش اللي هي بالسلطان وحتى واحد من العائلة ما أراد أن يقول لها وأنا تبرعت لي كي أقول لها قلت لها أنا بش نقول لك زوز خبرات الخبرة الأول إني أنا لم أعد أؤمن بالله ونحب نعرف شنوها ردة فعلك هي قتل يقول فهمت قلت لها عندي زوز خبارات خبرة يخصني أنا وخبرة يخصك أنت باش نبدأ بالخبرة الأول ولا الثاني قلت لي ابدأ بالخبرة اللي يخصك أنت قلت لها أنا ما عادش أؤمن بالله أصلا فهمت أنا تصورت مع أنت بشكورة فعلها يعني عنيف ولا هي رغم اللي هي متفتحة جدا يعني تكره الإسلاميين رغم اللي هي مع أنت مسلمة تقليدية فهمت قتلي يعني يعني الآن النجم نموت مرتاحة قتلها علاش قتلي انفضلك تكون ما تؤمنش بالله على أنت كون إسلامي فهمت يعني أنا تصدمت يعني يعني مع أنت كيفاش قتلي مع أنت القولة في الحقيقة ردت فعل والدينا من نجموش نتصوروها فهم أشخاص يخلقوا خيال الروح يقول لك توقين يقول لأمي راهي الأم خاصة الأم الأم مهما تقول لها بيشتقبلك مهما تقول لها الأم ما تنكرش ولدها يمكن الأب يكون عنده موقف فهمت ولكن الأم دائما لا معانتها ديما تغذر مصلحة ولدها تحب سعادة ولدها فهمت هذه مثلا قلت لها الخبر الثاني فهمت قلت لها ركب ممارضة بالسلطان وركب بش نموت بعد ثلاثة أشهر يا أخي ما قتلي شيء قتلي احنا الكلنا بش نموتوا فهمت أما قتلي كلمة قتلي أنا حياتي كاملة معانتها خدمت عليكم وتعبت عليكم وكذا وفي الأخير بش نموت بالسلطان إذان حتى أنا نؤمن باللي تؤمن به انتي محاو بصراحة بصراحة أخي كريم أنا تفاجأت حتى بالجواب تبع الوالدة يعني أنا اتفاجأت أنه أم ومسلمة يعني وتعطي هالجواب هاد فجد أنا أنا بزيتي متفاجئة وأنا أشجع كل الناس اللي مثلاً يخافوا أنه يقولوا لأهلهم إن إحنا ملحدين إنه يا أخي ممكن أهلك إنه نفساً يكون ملحدين فلا أجهروا يعني قولوا احكوا حتى يعني تستوعبوا الناس حواليكم ويستوعبوكم أكيد أكيد ومسألة أخرى مع أنتها الأم تفضل ولدها ملحد ولا يكون مع داعش يمتل بالضبط 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 إذن مع أنتها هذا هو كان الموقف وبالفعل هي رجعت لتونس مع أنتها وماتت قبل الوقت يعني قبل الوقت المحدد وأنا كنت في فرنسا فعندما أنا سمعت بموتها عدت بسرعة إلى تونس وهناك عندما دخلت للمكان يعني في البيت نلقاهم جماعة حاطين هوا يقرأوا عليها في القرآن هناك أعلمت الحادي أعلمت الحادي بطريقة مفاجأة أني قمت أصيح على هذوكم اليدية قرأوا القرآن قلت لهم 1400 سنة ربكم أنتم تقرأوا في القرآن كان مشيت وتعلمت علم ينفعكم بشتخلصوا البشرية من الأمراض متاحها وعملتوا حاجة مهمة ولا قاعدين تقرأوا في القرآن وبالفعل ردت الفعل متاعي الناس الكل قبلوها قالوا هذا غضبان على خطر أمه ماتت فهمت؟ يعني اخذوها ما صدقوهاش يعني الوالد متاعي والعائلة متاعي ما صدقوهاش فهمت؟ قلت لهم أنا ما عادش نؤمن لا بقرآنكم لا بربكم لا بحد شيء فهمت؟ إذن بعد تم دفن الوالد متاعي وتمت العملية يعني العبات صدمت ولكن لم يفعلوا شيء مع أنت يسخيبوني بش نتوقف عند ذلك الحد ولكن أنا وصلت في هذه المسألة ومن هنا بدأت المشاكل وانقسمت العائلة وبش منطولش عليك يعني وقعت مشاكل كبيرة خاصة مع الوالد متاعي 17 سنة تقريبا يعني عندي مشاكل معاه على المسألة هذية ولكن في الأخير في الأخير والد متاعي قبل شهرين في رمضان الأخير فهمت؟ طلب من أحد العائلة أن أتصل به وأن يطلب مني أن وطلب مني أن أسامعه وقال لي هذا الدين الذي دمر العائلة أنا معتش أنا من بي والدي في التسعينات في التسعينات قالي أنا نؤمن بالله فقط معتش حاشي حتى دين فهمت؟ وأنا كنت خايف لا يموت وما نحكيش معاه وهو نفس الشي فهمت؟ يعني في الحقيقة الآن بعد 17 سنة من مشاكل النجم نقول لك كل أخواتي أصبح خرجوا من الإسلام ما نقول لكش لكلهم ملحدين أما أكثرهم روبيين أعمامي عائلاتي كلهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم أما روبيين أما لا أدريين أما ملحدين وأصبحت يعني العائلة يعني كل واحد يقبل الآخر كل واحد قالينا مع أنت أنت تحب تصلي أنت تحب تشرب أنت تحب تشرب تصور سجادة والآخر قاعد يشرب وعاج جيدا برافو برافو يعني العائلة تبدلت كلياً وأصبحنا نتحكم مع بعضنا نلعب من اللي تخلى الإسلام لم نعرف الضحكة عرفنا كان المصايب والكره والواحد يعني هذا الكل باسم الدين باسم الإسلام لكي أركز الإسلام ليس الدين لأن هناك أديان ليس فيها هذه الأشياء إذن هذا هو طريقة التي تم فيها أعلان الحادي ليس سهلة ولكن أنا قلت لأنني قلت في الحقيقة فكرت مع نفسي هي صارت بالصدفة ولكن لماذا وصلت قلت أنا الإسلام علمني النفاق والإلحاد والإلحاد ما هو الإلحاد أن تكون نفسك وأن تكون ذاتك رؤون الإسلام عمره ما كان عنده مشكلة مع الأخلاق تجب تعمل للي تحب تجب إن عصيتهم فاستثيروا أعمل للي تحب ولكن أستر خبي تجب تعمل للي تحب لكن مع الإلحاد تعلمت حاجة أني أفكر وأقول رأيي بكل صراحة بكل صراحة إذن الإنسان الذي يصبح ملحد أو ربوبي أو لا أدري ولا يعلن إلحادها بالنسبة لي ما زال فيه بقايا من بقايا الإسلام أنا لا أطلب من الآخرين أن يدعو أهلهم أو أبوهم للكفر لا وإنما أن يقبلوا بهم كما هم يعني بش يقبلوهم كما هما يعني أنا كملحد أو ربوبي أو لديني أريد عائلتي أو أهلي أو أصدقائي يقبلوني كما أنا على خاطر فما بعضهم يقول لك أنا ما نقولش أنا خاطر نحبهم لا تكذب ما تحبهمش كان جيت تحبهم فما تنافقهمش لأن اللي يحب مينافقش إذن هوني الملحد أو اللديني هو في الحقيقة عندما لا يدقائه فهو ما زال يحتوي على بقايا الإسلام هذه وجهة نظري طبعا وأنا أي فكرة أقولها هي وجهة نظري الخاصة لا ألتم بها أحد بكل تأكيد أخي بكل تأكيد راح أحييك على هالموقف يعني الشجاع يعني إنك تدخل بين في جنازم والأهل كله موجودين وتعلن لحدك وتغير في العائلة كاملة هذا موقف شجاع أنا بتمنى كل ملحد يفكر بها الطريقة يعني إنه هو ممكن يغير العائلة كاملة صحيح أنت لا تفرض عليهم أن يلحدوا ولكن تفرض عليهم أن يقبلوك على الأقل أخي كريم بجينا هون السؤال يعني بنفس الإطار برأيك هل من المهم أن يجهر الملحد بإلحاده أو وما هي أهمية الإجهار برأيك بالنسبة لي لا يمكن أن تكون ملحدا ولا تجهر بإلحادك لا يمكن لا يمكن أن تكون ملحد لأن الملحد هو إنسان يعني صريح إنسان غير منافق إنسان مباشر لا يمكن أن تسمي نفسك بل أقول من ترك إلحاده في السر فهو بالنسبة لي مسلم منافق وهذا ما قال الإسلام من هو ملحد ولا يعلن إلحادة ما يسمى في الإسلام يسمى منافق وهو في الدرك الأسفل من النار هذه مصيبة زرقة لو مخلص مع الملحدين ولا مع المسلمين لا مع المسلمين ولا مع الملحدين في الدرك الأسفل من النار يعني مصيبة صحيح في الحقيقة ما قيمة الحياة هي الحياة هو ملحد ملحد يعني أنا كملحد يعني أؤمن بهذه الحياة يعني جنتي هي حياتي فلماذا أعيش الزل في الحياة الوحيدة الذي عندي وأعيش النفاق في الحياة الوحيدة الذي عندي وأعيش الخوف والرعب هاني أنا عشت في جهنم هوني هاني خلقت نفسي أني بش نفتر نخبي أني بش نعملك الحاجة نخبي أني نضحك في وجه والدي وأنا نكذب عليه وهاني نقول له صليت وأنا ما صليتش يعني شنين عيش هاي شنو الفرق يعني من بينه أنا الملحد الذي لا يعلن إلحادة أو الربوبيا والديني بسيفة عامة بالنسبة لي خلق جهنم في حياته وضيع حياته الأساسية وهذه هي فكرة البرب الوالدين والخرافات هذه خايف على والدية وعلى الواحد هذه كلها من بقايا الإسلام لأن والديك لازم أن تكون واضح معهم مباشر معهم لازم أن تكون واضح تقول لهم هم عندهم الحق يؤمنوا هذه مشكلة أن الناس تفكر أني وقتها بش نعلن الإلحاد يعني كاني بش ندعوهم راهوا الوالدين الأب ولا الأم مهما كانوا فهمت؟ خطر هي رأي الصدمة الأولى الصدمة الأولى صحيح لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا بذلك من قبل ولكن عندما أنا أعلن وأنت تعلن وأنت تعلن وأنت تعلن وأنت تعلن وأنت تعلن هذا الخبر يصل للعائلات أنا أتصور عام سبعة وتسعين وثمانية وتسعين كان الأمر أصعب من الآن يمكن أن تقول للوالد أنك ملحد ما يفهمك شنو معناها ملحد فهمت؟ يمكن ما يفهمك شنو؟ في الحقيقة كل الإنسان يعرف عائلتهم يمكنني أن أقول للإنسان كيف يعلن ألحاده تنجم أيضاً 20 ألف طريقة مفهمت؟ انا تقلت لهم فهمت أن الله لن يوجد في اللحول وقلت لهم الرب من قلت لهم من قلت لهم الرب من قلت لهم في اللحول وقلت لهم من قلت لهم فهمت؟ في طرق عديدة بشتبين لهم إذا أعتقدك أنك مختلفة عليهم في نفس الوقت لازمك تلتزم الوالدين رأوا أكثر شي يخافوا هم علش يخافوا الوالدين يقول لك عندهم فكرة مخهم اللي غرصها الإعلام أنه الإنسان عندما يكفر يعني يصبح يسرق يصبح يقتل يصبح يعمل يعني معاتش عنده أخلاق وهذا غير صحيح هذا الفكر غير صحيح هذا لازم يتبدل إذن الولد عندما يعلن الحادو مش يمشي يدخل له نهار كرس كران وهي أنا ملحد ونتكايف في الحشيش وأنا ملحد وأنا حر وأنا نعمل للحشيش ليس هذا أسلوب فهما أسلوب إنساني كي أنت تكون إنسان متخلق ومحترم في وسط العائلة متاعك عندما تقول لهم أو تظهر لهم اللي أنت ما تمنش بالأفكار متاعه ما تصورش أنه فيما أم خاصة أم ولا أب فهمت يخاف على ولده قطر هو يخاف عليه في الحقيقة أنه ينحرف ويمشي للإجرام ولا يمشي لحاجة أخرى ولازم يحطوا للعائلة متاعهم وهذه معنات نقطة مهمة إنه فهمت يفهبونه مش نوع الإسلام تقولوا تحبني نولي مسلمة؟ آي نمشي نجاهد نولي داعشي خلاص تحبني مسلمة؟ خلينا نمشي داعشي طيب يقولوا له لا يمشي كافر لا يمشي كافر أحسن لا يمشي كافر أحسن نعم بالضبط أخي يعني أنا بصراحة أنا من موليد سبعين أنا والدي كان شيخي يعني يدرس القرآن كان عمري 14 سنة لما قلت له يا والدي أنا ملحد لأمي للعائلة كلها كانت تعرف أنا لم يعني كنت صغير لا أوعى أنه مسألت أنه راح يكون ردا عنيف ولا غير عنيف بس لأنه كنت واضح يعني أنا هذا هذا أنا هذا الملحد هذا الملحد أنك تكون أنت هذا الملحد لماذا ملحد أنت لماذا ملحد أن لا تكون أنت لماذا ملحد إذا نتبع أشياء أخرى لماذا ملحد كل شيء بكل تأكيد يعني أنا لم أكن أتوقع أنه والله راح يصير ردا عنيف ولا غير عنيف أنا بقلت لهم هيك وكان كتب الوقت كان عندنا بما أنه كان النظام السوري كتير قريب للاتحاد السوفيتي فكان في كتب الشوعية قرأت فيها لماركس وهل الكتب هاي فيعني ما كان في ردة فعل عنيفة أو شيء تقبلوني كما أنا ومشيت الأمور وأنا لما كنت أضايقهم أنه أفرض رأي عليهم والرأي حتى أحكي لهم لا 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 كل واحد بحاله هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب لا نطلب بعض كثير يقول أننا نريد أن نجعل الناس يلحد يلحدوا ليس مشكلتنا يلحدوا ولا يلحدوا أنا أحب أن أعترف به كأنا كموجود تلحد ما تلحدش تأمن تأمن بحجرة تأمن بأي شيء آخر ليس مشكلتي أنا أنا أؤمن بنفسي أنا أؤمن بالكون أنا أؤمن بالعلم أنت تأمن بشيء آخر أنت حر أعترف به وخليني أنا حر على روحي وأنا أخليك حر على روحك فقط صحيح صحيح كنا عم نحكي أنا وأنت قبل اللقاء هذا يعني البديل للأديان يعني أنت كان عندك فكرة أنه كل إنسان يكون بإلحاده الوطني خلينا نقول أو يعني لو تحدثنا بهال إطار هذا توسع لنا بهال إطار هذا فهنا كيف البديل الوطني خلينا نقول في الحقيقة لازمنا مع أنت نفى محاجعة عندما نرجع للتاريخ كما مع أنت أقول لك نظن قبل الحلقة إن الإسلام لي إسلام هو قومية عربية ماخذ غيطاء مقدس لو نعود لكل العبادات والأشياء اللي موجودة في الإسلام نلقاها كلها عادات وتقاليد عربية من الغضو من الصلاة فمتة يعني عربية يعني معروفة في الجزيرة العربية ما ينقل ما خودها من الفورس من الصابيين من الزردشيين من غيرها من كل شيء الدوران حول الكعبة كل شيء الإرث كل ما يسمى في الإسلام من أحكام شرعية أو دينية هي حاجات متعارفة محمد لم يأتي بشيء جديد محمد وجد مجتمع مختلف متنوع هو رؤى محمد لم يتم يعني محاربته لأنه يدعو للإسلام لأن المجتمع المكي في ذلك الوقت يعطي الحرية لكل إنسان كانت هناك حرية كان حول الكعبة 360 إله كل واحد عنده الإله متاعه هم حاربوا محمد عندما محمد رفض التعددية وأراد أن يفرض فكرة وسفها آلهتهم يعني محمد حورب لأنه جاء لكي يمنع الحرية محمد أخذ المجتمع العروبي متاعه ومال لبعض الأفكار يعني فما هناك أفكار مختلفة ما كونه هذا في حالة أنه جديد يعني نحن نتكلم على محمد كما وصل إلينا اليوم كما وصل إلينا اليوم هو عبارة عن إمبريالية تريد أن تعر بالعالم فعندما دخل أنا دائما أقول أن دخلوا لكي ينشروا الإسلام وإنما المسلمين دخلوا يعربوا شمال إفريقيا فما فرق من بين مع أنت عارب جاءوا بشي نشروا الإسلام ومن بين المسلمين جاءوا لكي يعربوا المجتمع الشمال الإفريقي ويعرب الشعوب الأخرى إذن ما هو وقع أننا في المجتمعات ما يسمى بالمجتمعات الإسلامية أن أصبحت ليس لنا هوية فأصبح الإسلام لهذا نجد صعوبة في الخروج عن الإسلام لأن الإسلام قتل أبونا وأمنا وستبدنا أبونا كانوا أيتام إذا ما هو الحل بالنسبة لي حسب برأي الشخصي تقول ما هو الذي حاربت الإسلام أربعين مسلمين أربعين سنة أربعين سنة أربعين سنة في شمال إفريقيا حاربت عندما سألوها قالوا لها العرب جايلين بدين جديد وبع الله قالت من هو الله؟ قالت أنا لا أعرف ربا إلا رب الأرض لا أعرف ربا إلا رب الأرض هي اللي ولدتني وهي اللي خرجت عليها وهي اللي تربيت عليها ما يسمى حق الأرض وأنا أدافع عن ربي اللي هو الأرض ومن هنا فهمت لازم عندما فهمها مشكلة كبيرة عند الملحدين باستفاعامة والدينيين يعني وصبحوا دينيين وما زال يتكلمني بالعروبة أنا أتحجب 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 واحد مصري ما زال يتكلمني بالعروبة متى كانت مصر عربية أو واحد سوري ويتكلمني بالعروبة لماذا هل سمعت الجيش العربي السعودي هناك جيش عربي سوري وتكون جيش عربي؟ لماذا هناك ج بالكلمة بالعضد لأنهم يعرفون أنهم يعرفونadura باهم وقاموا والوطن يعني يعني ليس العربية يكون الجمهورية للعربية السورية من هناك المملكة فقط العربية السعودية العربية السعودية وهكذا العربية السعودية وأiana لا نعرف الشخص مغرب كانت عربية فإن منطقة لمكة والمدينة فإذا هناك سيبدأ إن compliqué فالإنسان لا يمكن لا يمكن هذه هي طبيعة البشر طبيعة البشر أنه يجب أن يكون عنده كما نقوله ركيزة غباغ يعني ركيزة يرتكز عليها لا يجب أن تقول أنا إنساني نحن إنساني نحن نقول كلنا زاد أحياء ولكن الأحياء أنواع هناك عدة أنواع من الأحياء إذن كما نحن بشر أحنا شعوب عندك شعوب شمال أفريقية عندك شعوب أحنا عمرنا ما كنا من آسيا يعني حتى الطبيعة الطبيعة يقول فما قولة معناتها جميلة جدا لأحد الفلاسفة الألمان يقول لك إن الطبيعة فصلت بين الشعوب والقبائل بأنهر وجبال وقارات لكي لا يطغو أحدهم على الآخر وزادت على ذلك اللغة والعادات والتقاليد لكي تمنع أي إمبريالية عالمية للكون بأن مصلحة البشر إنها يكون مختلفة يعني أنا أحب عندما نروح مثلا لمنطقة كردستان أكل كردي نشي شمال أفريقي نشي شمال أفريقي نشي للعراق نشي العراقي نشي للتركيا نشي تركي فما فائدة فهمت إننا نمحيوا هذه النجم نقوله الثروة الإنسانية هذه الثروة إنسانية اللغات واللهجات والعادات والتقاليد ونتعرفوا على بعضنا لماذا؟ المشكلة هذه مع أكبر خلاء مثلا الملحدين العرب هنا ملحدين العرب من فين جات ملحدين العرب؟ من فين جات يعني ملحدين؟ على الأقل كل المتكلمين باللغة العربية على الأقل مجلة الملحدين العرب موقع اللا دينيين العرب فين جات يعني المشكل اللي الإسلام مع الأسف مع الأسف الإسلام غرس فينا العروبة قبل الإسلام لأن الإسلام هو بحد ذاته إديولوجية قومية عنصرية تريد أن تقضي على كل الشعوب وتريد أن تدمج فما يسمى بالإمبريالية أن تدمج كل الناس تحت راية الصحراء ودين محمد البديل بالنسبة لي هو أن عندما نتخلى على الموروث الديني بصفة عامة يجب أن نتمسك بالهوية والهوية أرضنا وعندما نقول الأرض هي تجم تكون حومتي بيتي أنا هذا هي الأرض هذا بصفة عامة يعني الذيني اللي ميتمسكش بالأرض بالنسبة لي أو مثلا جيني واحد مثلا من شمال إفريقيا ولا مثلا مصر ولا حاجة وتلقاه مثلا يدافع على قضية مايش قضيته عندنا شعوبنا وعندنا أطفالنا يموتوا بالبرد ويموتوا ما نتكلموش عليه مظاهرة سمحني عندما يتخرج مظاهرة في شمال إفريقيا من أجل الفقراء اللي يموتوا بالبرد في الجبال لا يخرج لك حتى واحد بيش تخرج على واحد مع أنت مئات الوحود يموتوا في شمال إفريقيا أو في أي منطقة أو في مصر حتى أحد ما يخرج لك بينما الطفل الفلسطيني يموت في فلسطين فمت تخرج عشرات الألاف ومئات الألاف من شمال إفريقيا أو من مصر أو من غيرها دي فعلا على القضية الفلسطينية خلينا نحلوا مشاكلنا مع أنت أضرب لك مع أنت قصة بسيطة في هولندا في رمضان الفائت ثم بعض الأخوة الأمازيغ طلبوا معتا مساعدات من بعض الناس بالشعاون ومعتا الفقراء في شمال إفريقيا لا تخدم حتى شيء بعد جاء واحد من الأيمة من الشرق وعمل أخيه ملايين القروات في القضية الفلسطينية صحيح يعني مصيبة زرقة هذه إذن هذه هي حاجة التمسك بالأرض والتخصص والتخصص يعني شنو معناها التخصص؟ خطر العالم الآن أصبح تخصص أحنا المشكلة علمون أن ينعرفوا كل شيء أي حاجة تسألوا فيها يقول لك نعرف ما وخطر الإسلام شامل كامل القرآن فيه كل شيء ومحمد يعرف كل شيء والله يعرف كل شيء وهما يعرف كل شيء إذن أي حاجة تسألوا يقول لك نعرفها هذا ينحيها من بالكم يعني خطر التخصص وعمره ما يجعل التقدم لازم تتخصص فيه حاجة لازم كل شعب منا مثلا المصريين يتخصصوا نحن نتخصوا جميع الآخرين نتخصوا ولا يمنع ذلك أننا نتعامل مع بعض وليس مع بعضنا هذا هي معانتها الاختلاف نحن نقبل بعضنا يمكن أن نختلف مع كل أشياء ولكن نقبلك وتقبلني هذا هو الفكر الإنساني المهم بالضبط 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 يا أخي يعني الحديث به المسألة مسألة التعريب طويلة أنا إنسان كردي بصراحة لا أتقن اللغة الكردية مثل ما قلت الجمهورية العربية السورية أو مصر العربية أو الجيش العربي أشياء للأسف يعني ورسناها والمشكلة حتى أبناء الوطن مثلا أكراد والأمازيغ خسل دماغا بالعروبة ومسألة العروبة ويدافعون عنها بشكل عجيب شي طبيعي أخي كريم يعني برأيك كيف يجب أن تعاونوا ملحد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يوصلوا صوتهم لمجتمعاتهم وأن يكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم يعني ما طريقة برأيك أنت مسألة التعاون بين بعض حتى يصلوا لمرحلة الوطنية حتى يتقبلوا كل واحد الآخر ينفصلوا عن الفكر العروبي الفكر الإسلامي اللي بنعرفه كلها بالنسبة لي من أول الأشياء المهمة لازم كل ملحد أو ديني أول حاجة كما قلت يتخلى على فكرة العروبة ما عادش يتكلمني بالعروبة العروبة نحيها من باله العروبة هي في الخليج أنا معندي حتى مشكلة مع العرب الذي في الخليج ما عندي حتى ما عنيش عنصري ضد العرب وإنما عندي مشكلة مع من يد أي أرضي عربية هذا هو المشكل مع المستعمر الذي أو حتى الأمازيغي الذي يظل نفسه أنه عربي هذه هي مشكلتي إذن بالنسبة لي كيفش نتعاونه أول حاجة بالنسبة لي أن نحن ليس كثيرين نحن كم ينشتون في الحقيقة على الواب يعني فيما بعض المغاربة التوانسة والمصريين يعني هذو هم يعني المعروفين أكثر شيء بهم فيما بعض من الشرق من سوريا والعراق ومناطق أخرى إذن أول حاجة فهمت اللي لازمنا نعملوها هو التوزيع المشكلة اللي أحنا ما عنيش وسائل إعلام مثل هم هما ما يسمى العروبيين الإسلاميين عندهم وسائل إعلام شيء لا تتصور على العقل نحن عندنا إنترنت وإنترنت تنجم وتواصل الصوت أو المشكلة ليس هما عندهم فكر أفضل من فكرنا لا لأن الفكر متاعنا ما يوصلش الفكر متاعنا أحنا لماذا ما يوصلش على خطة طلقة المغاربة يخدموا وحدهم التوازى يخدموا وحدهم المصريين يخدموا وحدهم وما فماش ترابط من بيناتهم حتى ولو فما ترابط فهو ترابط بسيط جدا وفيه نوعا ما حساسيات هذه الحساسيات مع أنت تتنحى وقتهاش تتنحى تتنحى وقتها أحنا فهمت انفكروا اللي راهوا عندما ينتشر الإلحات في المغرب راهوا بشينفع مصر أحنا الانتشار مثلا متاع أحمد حرقان وغيرهم ومحمد إسماعيل مثلا في مصر ساعدنا احنا في تونس في المغرب في شامل أفريقيا لازمنا نفهموا اللي احنا مزنا مرتبطين ما يسمى بهذا العالم العربي الإسلامي الوهمي واحنا لازمنا نستغله ذلك من أجل أن كل مجتمع ياخذ الشخصية متاعه إذن المسألة الأولى هو أن في أي موقع في أي صفحة في الفيسبوك أو أي موقع أنا مثلا في المواقع متاعي لكل حاصل المعلومات على كل فهمت البرامج والمواقع اللذينية متاع الشرق مع أنت حتى مشكلة فهمت هو ما نفس الشيء لكن المشكلة كما قلنا مع أنت قبل الحال فهمت أن الشرق الأوسط دي ما ينظر نفسه أنه كل العالم فهمت حتى ولو ملحد صحيح يعني دائما يتكلم معك من فوق فهمت يعني هو أرض النبوة وهو أرض درشنوة وهو أرض الفكر وهو أرض العلم وهو أرض كل شيء فهمت اخذر تخدم مصلحته هو فهمت فهن يساعدنا فهمت فهمت أن نستغلوا هذه المسألة ونوسعوا هذا لكن المهم يجب أن نحاول كما تستطيعين أنت أهلا وسهلا بك شكرا نكثروا من الاستدعاءات بين بعضنا لقاءات بين بعضنا نحكيه فيها نعرفه على بعضنا محمد إسماعيل الحقيقة ما قصرش في المسألة هذه يعني يعمل حاجة كبيرة جدا في العالم ما يسمى العالم إمتاعنا إذن أنا بالنسبة لي التقارب والتحاول واللقاءات والنحيو فكرة التكبر فهمت؟ ساعات مثلا واحد يجي تحكي معاها يبدأ متكبر من فوق هلش تتكبر؟ انزلوا لتحت المشكلة بش نقولها أنا حاجة مثلا عندي القناة متاعي المشكلة نقول إن الملحدين أو اللا دينيين يتكلمون بمنطق علمي لا يفهمه الشعب يش يتكلملك على نظرية التطور وعلى الفيزياء وعلى الكيميا وعلى الكون وعلى الوحد لا يفهم الشعب إذن الشعب اللي هو المهم لمن يبقى؟ يبقى لعلماء الدين تهمت؟ يعني يقول لهم خارهم كما يحب إذن سهلوا شوية سهلوا وحكيوا معاهم بواحد زايد واحد حكيوا لهم قصصة حكيوا لهم نكتة حكيوا لهم حاجات يعني يعملونه عملية ترفيهية هذا شعب عادي عامة الناس يحبوا قصص عادية هذاك علشان الأسلوب متاعي؟ هو أسلوب نوعا ما ديني أسلوب نوعا ما ديني يعني عندما نحكي معا الطرف المقابل نحكي معاه على حسب كيمة الأسلوب الديني شوفوا ما أنت كيفاش الأمام متاحهم يبدأ يحكي لهم ونكتة وكذا وكلام فارغ فهمت؟ إذن كل أحدين ديني معا أنت يزيوا الدكتور الفلان يزي لا دكتور ولا ألقاب ولا أستاذ ولا حد شيء نحن لكلنا بشر نحكي معاهم كيف كيف نحكي معا أنتا شوية اللي انتو معا أنتا تعرفوا الأخرين جهال ليه ما هم جهال لا أم جاهلهم لا أم جاهلهم جعوبنا ما هي جهال ويزيوا معا أنتا من اتهام الشعوب بتاعنا إنهم حمير وإنهم جهال وإنهم كذا عمرك شابت واحد مثلا يجي يقول على الشعب هكاكي ما يجيش معا أنتا الناس معا أنتا البرامج والإعلام هو اللي يجعلهم ما يشوفوا كان من جهة واحدة إذن نحن لازمنا نحكيوه ونشجع بعضنا ونقفوا مع بعضنا قدش من واحد مثلا نبدأ ووقف علش على خطر ما فمش تشجيع ما فمش تشجيع بصراحة شيء ما عمتا شيء ينطق يعني فهمتا تلقاهم هم المسلمين تلقى مع الأسف اللادينيين والملاهدين يوزعوا الفيديوهات الإسلامية أكثر من توزيحهم للفيديوهات الالدينية بالضبط بالضبط سمحني الواحد نقوز نرجع يعني يعني بصراحة مثل ما قال الأخ كريم يعني التعاون مهم وأنا أحييز زمي إسماعيل محمد بصراحة على البطل أصبح برنامج رائع وقدر يوصل صوت الملحدين يعني لكثير من الناس لجمهور كثير واسعة بها المناسبة على كل حال راح في اللينكات بتاع الأخ الكريم وحركة شمال أفريقيا وكل اللينكات راح نحطها تحت الفيديو مشان اللي يحب بيحب يتطلع يرجع يتطلع عليها أخي كريم في عمنا سؤالين أو ثلاثة بقي يعني نظن عمنا في سؤال عندي عندي يوم بيقول هل تريد أن يفهم الناس أنهم يعبدون وهما وأنهم أصبحوا في ذيل الأمم بسبب ذلك الوهم وما الدافع الذي يجعلك تريد ذلك يعني بالطبع شي طبيعي شي طبيعي المشكل الكبير أن السبب التخلف هذه الأفكار الموروثة المنقولة الذي أحنا مناش يعني كما يقول ابن خلدون من يتبع التقاليد فهو لا يتبع الأموات بل هو ميت هو ميت وأي حضارة الكون يقوم على ما يسمى بالتطور أي فكر لا يتطور فهو يتأخر أحنا ما نيش نطلب منهم مثلاً بش يتخلاوا على الإيمان متاحهم لا أحنا نطلب منهم بش يتخلاوا على الأفكار اللي يتمنحهم التقدم منها الأفكار متاع مثلاً عدم قبول الآخر منها الأفكار الإرهابية سواء كانت الفكرية أو الجسدية هدوما أشياء جداً مهمة أما بالنسبة لله في الحقيقة لو نعود إلى مثلة الله معتلا أريد أن أطيل فكرة الله عبر التاريخ تطورت تطورت كثير يعني الإنسان كلما يزداد وعياً كلما يطور فكرة الله على لديه إذاً هدايا يسمى الله يعني الآن في الوقت الحاضر يمكن أن تفهمه بمفهوم آخر مش لازم تقعد تفهم فيه ديما بنفس المفهوم اللي يفهمه محمد عنده 1400 سنة إنه دوران حول الكعبة وربان بالحجرة حول الشيطان يا سيد يؤمن المشكلة للمسلمين هذه مشكلة كبيرة إنهم يظنون أن هناك إله هو إله الإسلام يأتي مثلا المسلم بشي يناقش معك يقول لك عطيني نثبر لك موجود فهم الله يا ولدي الله هو الحاجة كلمة الله هو إله العرب يعني الله لا يترجم هو اسم عالم كما زوس كما آمون كما غير هو اسم عالم الاسم الحقيقي هو الرب الرب هو الذي يترجم خداء بالفارسية أو حتى بالكردية خداء يترجم ديو خد جود هو الذي يترجم فهمتا؟ إذن حاول المسلم يسخيب فما كان الله هكا عهوه يعني لا يرى شيء أخرى يعني لا يرى شيء أخرى يعني يسخيب روحه كيف يشيقن عك الذي أنت الذي الله موجود يعني بالطبيعي أنك تكون مسلم وهذا ليس صحيح لأن هناك آلات 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 الأليهات يا سيد النجم يكون الذين يخلقونها مخلوقات فضائية هنا جميل يكون خلقان التنين الأحمر يأتي واحد مثلا المسلم يقول لي ما لش كنا خلقناهم قلوا الفاراشة التنين الأحمر اللي ما تعرفوش فهمتا السنافر خلقوني إيجا نبدو من هنا النقاش لهذا لا يمكن لا يمكن أن نحارب الآخرين في فكرة الله أحنا كملحدين أو لديمين بصفة عامة ما لازم نحاربوا فكرة الله لأن فكرة الله هي موروث إنساني فهمتا موروث إنساني من الصغر متاعنا وهي في الحقيقة تربينا عليها على أجيال 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 فهمتا الله مش موجود يا سيدي أموري كان نؤمن بأن الله هو الطبيعة أنت تؤمن به أن الله قاعد فوق العرش شعلين في هذا الشيء ولكن أعطيني ماذا قال ربك وماذا قال ربي أنا ربي هو عقلي أنا ربي هو العلم أنا ربي هو الحضارة أنا ربي هو الإنسانية إذن لازم الإنسان أن ننتقلوا بهم من مرحلة الوهم لأن الإيمان بإله ثم قولها تقال إنه لو تصورت بقر الله لتصورت له قرنان فهمتا وفهم قولها أخرى تقال لو كنا في إيران لقيل لنا إن جهنم مملوئة بالقطط فهمتا بشيخوفونا كنجي نحن في إيران راه النبي يعني جيقول لنا راه جهنم معبية بالقطط راتمشي غادي كنت يقطعوك فهمتا إذن إذا هم يفهموا يفهموا نحاولوا بش نوصة الفكرة راه هو علاش مثلا حتى يطرح سؤال علاش محمد مثلا آخر الرسل بالمفهوم آخر الرسل يعني ما عارفوش عليه إجابة يعني لأن البشرية فكرة هذا الدين ما عادش تقبلها لأنه مستوى الوعي المشكلة اللي إحنا المجتمعات متاعنا عايشين تناقض من بين مستوى الوعي متاعه والمعتقد متاعه فلهذا تدقاه يخاف عايش في رعب عايش في رعب من بين إشن هو كله مخه وإشن هو كله الموروث إذن انتو ما بتجموا تؤمنوا بإله طيب إله أخلقوا لأنفسكم إله يكون في مستوى التطور الإنساني والذي يحارب هو هذا الإله الهمجي هذا الإله الذي جاء من الصحراء هذا الإله الذي لا يعرف إلا الدم والإرهاب ولا يعرف الاختلاف يحارب أي اختلاف مهما كان إذن محاربة السؤال متاعك محاربة الوهم ليس واجب بل ضرورة لأن حطها في بالكم كان ما ناش بش نحاربوهم وكان ما هم بش ينتهي رأنا بشرية كاملة بش تنتهي هذه مسألة مفروغ منها فهمت هذا مرض سرطاني فهمت يا أما يقضي علينا يا أما نقضي علينا ولكن سوف يتم القضاء عليه عاجلا أم آجلا هذه مسألة لا نقاش فيها الإسلام انتشر بالسيف وسوف ينتهي بالفيسبوك بالضبط بالضبط يعني مستحيل يعني الإسلام أصلا غير ملائم للعصر يعني فكل شيء غير ملائم للعصر رح إلى زوال يعني بكل بساطة يعني الإسلام بوج مجموعة من القيم اللي انتشرت في القرون الوسطى ومستحيل تنتقل طبعا الواحد العشرين يعني مع أن كل الديانات كانت في القرون الوسطى وبقيت في القرون الوسطى يعني ما بقي مننا إلا الأشياء خلينا نقول روحانيات يعني ممكن يعني تتعايش مع العصر كل الأديان تتطور المشكلة للإسلام خاصة الإسلام الرسمي أنه جعل له حدودا حمراء أي واحد يخرج عليها يعتبر كافر فلهذا قضى على نفسه بنفسه بغلق باب الاشتهاي فجعل لنفسه أنه لا يستطيع أن يتطور أنا نقول الإسلام سوف ينتهي الإسلام الرسمي سوف ينتهي لكن الإسلام المذاكي ما نقول وعنى الأحمدية والصوفية هذاك سوف يبقى لأن هذهك لم تجعل حدودا حمراء أما الإسلام الذي سوف ينتهي هو الإسلام الرسمي السني والشيعي ممثل بقم والنجف والسعودية ومصر هذا هو الذي سوف ينتهي عندي سؤال هون ماذا تقول للملحدين الذين يخجلون من إجهار إلحادهم وكمان اللي بخاف يعني الخائفين والذين يخجلون في ناس بتخاف وناس بتخجل فشو بتقول للجوزة دولة الخائفين والخجلانين يعني بصراحة معنتها صراحة 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 معنتها بالنسبة لي يعني النجم نقول يؤسفني حالهم لأنهم يضيعون حياتهم حياتهم الوحيدة التي يؤمنون بها اللي هي هذه الدنيا يضيعونها ولا يعيشون كما يريدون تحت طائل احترام العائلة احترام الأهل هذه التقاليد والعادات وراهم بالعمل المتاحهم هذا هما دعم للإسلام لأنهم لازم يعلموا اللي عندما ما يعلنوش إلحادهم راهم محسوبين على المسلمين محسوبين على المسلمين وخاصة 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 ما يسمى باللدينيين الموجودين في أوروبا وخارج الدول العربية أنا أتعجب في هؤلاء من الأمر أتعجب أتعجب يعني كل القوانين يعني ليس لهم أي عذر كل القوانين وكل ظروف تسمح لهم أن يقولوا إنهم غير مسلمين بل هم يواصلون ويحسبون حتى ما أنتعروا قولهم قولهم اللي هما هم مش مسلمين سوف يغير وجهة نظر المجتمع الغربي أو المجتمع اللي عايشين فيه للي عندهم نقول واحنا المظهر المظهر اللي جاي من الدول الإسلامية طو مثلا أنا وقت يشوفوني يحسبوني على أساس أني مسلم في المكان أذهب حتى مثلا أذهب أشتري ساعة أشتري خنزير مثلا نفترض تجيني الوحدة اللي تبيع تقول لي هذا يراو خنزير انتبه ونقول لها شغلك أنا مانيش مسلم بالضبط فهمت؟ لازم في كل مكان أنا في الأول هكاكة يعني في كل بلاس حتى الآن كل أصبحوا يعرفوني اللي أنا مانيش مسلم إذن هوني في المنطقة متاعي ولا يفرقوا وقت يشوفوا واحد عنده المظهر متاعي أنا مثلا مظهر اللي كانت شمال الأفريقي يقولونه أنت مسلم ولا مش مسلم بش يعرف كويش يتعاملوا معه وخصوصا عندك لحية بسيطة يعني لا كانت عندي لحية طويلة الآن نحيتها طيب أخي كريم ما هي رؤيتك لمستقبل الملحدين في الشرط الأوسط وشمال الأفريقيا؟ يعني كيف ترى مستقبلهم في المستقبل القريب والمستقبل البعيد؟ في الحقيقة أرى ما يسمى الملحد أو اللا ديني أنا ديما نتكلم عن اللا ديني لأنه يشمل أكتر فهمت؟ فهمت كثير لأدريين وفهم ربوبيين وفهم كثير أنا أتكلم بصفة عامة على اللذي خرجوا عن الإسلام بصفة عامة فهمت؟ رأوا عددهم عندها ما تنجمش تتصور بالك أنا مثلا أخيرا فترة عندها تقريبا سنة عاية في فيسبوك ثمين أشخاص مرأة وراجل فهمت كل واحد يقول لي أنا ملحد ولكن ما تحبش وقول الزوجتي وهي تقول لي نفس الشيء في الأخر اكتشفت اليوم متزوجين مع بعض واو عايشين وكل واحد خايف من الآخر فهمت؟ إذن الإلحاد الحجم متاعه كبير جدا أو اللا دينيين الحجم متاعهم في الشهر لكن القوانين والتقاليد والعادات التي تمنع من الجهر بالإلحاد هي سبب أن تخلي الملحدين واللا دينيين غير معروفين وهذا الخوف هذا الخوف اللي موجود أنا بالنسبة لي كما قلت أنت قبل لي كان الإسلام الرسمي هو إسلام فهمت؟ غير معنتها ضد الطبيعة وضد التطور وضد الإنسانية ويجب أن ينتهي ولازم أن ينتهي وهذه مسألة طبيعية وسنة كونية هذه مسألة أنا نقاشة فيها بالنسبة لي القضاء على الأديان سوف يكون من العالم متاعنا القضاء على كل الأديان لأن بالقضاء على الإسلام سوف تنتهي كل الأديان السماوية خاصة المسيحية واليهودية وغيرها مثل ديانات هذية خطر ديانات الأخرى مثل الشرق الأقصى الطاوية والهندوكية هي ديانات نجم وقوله ما عادش عندها تأثير على الخطر المشكلة لكل الأديان في العالم عندما نحكي مع هندوكي ديما الدين يأتي في المرتبة الثانية بعد إنسانيته إلا الإسلام فهو يقدم دينه على إنسانيته إذن بالنسبة لي القضاء على الأديان الثورة الدينية الإلحادية التي سوف اتقع في العالم الإسلامي سوف لا تقضي على الإسلام في العالم الإسلامي فقط وإنما سوف تقضي على الأديان في العالم هذه وجهة نظر بالضبط بالضبط يعني أنا تقول الثورة التي ستقع أنا برأيي هي الثورة بدأت يعني الثورة الإلحاد بدأت أنا سميها الثورة الصامتة الثورة الصامتة الثورة الصامتة الثورة الصامتة الثورة اللي بدأت صامتة صحيحة مثل ما قلت يعني برأيي إنه بدأت هي يعني العقود المقبلة راح نلاقي النتائج كتير ملموسة أنا بتشكرك كتير أخي كريم يعني بس في كلمة أخيرة إذا بتريد تقول كلمة أخيرة كلمة أخيرة عيش حراً عيش حراً فهمت يقولك من لم يعيش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرتها إذا عيشوا الجنة متاعكم في الدنيا هدية وتحروا من التقاليد وتحروا من الأفكار المسبقة راهي الدول متاعنا من أغنى الدول والنجم رجعها جنة فوق الأرض غير نقبل بعضنا ونقبل الآخر ونحترم بعضنا كشعوب وكمناطق وكإنسان لأننا بهذه الطريقة فقط بهذه الطريقة يمكن أن نشارك البشرية في إنسانيتها هذا ما عندي مطلوب بالضبط أخي أنا كمان أضم صوتي لصوتك يعني نحن لازم نتحرر حاجة حاجة نافق ونقول والله يعني عيب والله بشان مشاعر الآخرين واحتمال مثلا صدمه لا خلينا نكون واقعيين ونقول مين نحن يعني على الأقل يعني نعيش حياتنا كما نريد يعني أنا ملحد وصدت مسلم منافق كما قلت أخي مسلم منافق بالضبط بالضبط يعني مسلم منافق وفي كل حال أنا بتشكرك كتير أخي كريم وشكرا أتمن عزائي المشاهدين ويا ريت شتركوا معنا بالإجهار بالإلحاد يعني أهلا وسهلا فيكم بأي شخص يريد أن يعلن إلحاده عبر البرنامج هذا أهلا وسهلا فيه بس يراسلنا يعني رسالة للرسالة على الخاص وأكيد نحن نرد عليه ونحدد موعد بشان زي شكرا كتير أخي كريم شكرا أكبر يلا سلامة مع السلامة مع السلامة